نحن قلنا في بداية الكلام يجب أن يفسح المجال لأهل نينوى لكي يحرروا مدينته من الذي لا يفسح المجال إلى الآن؟ قبل قبل تكلمنا عن أزمة تسليح وتكلمنا عن نقل أحد المعسكرات معسكر شرطة نينوى ربما إلى قاعدة سبايكر الشرطي يذهب ربما مسافة أكبر حتى من المسافة بالإزاحة يذهب في سبايكر لكي يحصل على راتب الشهري وقبل فترة الخرق الأمني الذي حدث وربما نسي أيضا كما نسيت آلاف الجثث وآلاف الضحايا التي سقطت في نينوى نعم حقيقة لا زلنا نجد أن نينوى بعيدة عن اهتمام الحكومة الاتحادية جميل ليس فقط في الموضوع التحرير ولكني سأعود إلى موضوع الاهتمام حتى بخدمات المناطق المحررة نحن اليوم سيد الكريم إذا كنت تعلم فإن هناك أربعين بالمئة من مساحة محافظة نينوى وهي محررة ولدينا ثلاثة عشر وحدة إدارية هي محررة وبعضها لم يدخلها داعش هذه المناطق المحررة إلى حد هذه اللحظة لا تمتلك أبسط مقومات الحياة نحن أعدنا لهم الكهرباء وأعدنا لهم الماء بإمكانات ذاتية حقيقة كانت دعمنا من قبل الحكومة الاتحادية دعما ضعيفا على استحياء حتى أن بعض المناطق لم تدعم أصلا ونحن قد كتبنا هذا وطلبنا هذا وأيضا ذكرنا هذا على الإعلام وفي مقابلات رسمية وفي مناسبات كثيرة نحن نعلم هناك لا زال تهميش وأنقلت نسبته إلى محافظة نينو في الموضوع الإداري وفي موضوع الموازنة نحن إلى هذا اليوم لم نستلم دينار واحد من موازنة 2015 والبالغ عددها 372 مليار